مشاهدين أسعد الله أوقاتكم إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة سيطرع انخفاض طفيف على درجات الحرارة وبداية الانخفاض التدريجي اعتبارا يوم غد الأحد هناك أيضا موجة غبار في المناطق الشرقية والمناطق البادية خاصة مناطق جهة الحدود العراقية الأردنية منطقة أرويشد خاصة في فترة مع بعض الظهر والمساء وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية تقصر رطب ولطيف ليلة الأحد على الاثنين بينما هذه الليلة أجواء حارة نسبيا إلى معتدلة في ساعات الصباح الباكرة النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن المهنية للاستثمارات العقارية مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نراحض أن المملكة تتأثر بكتلة هوائية حرة هذا اللون الأحمر الغامض يمثل درجات الحرارة الأعلى بينما اللون الأحمر الفاتح درجات حرارة أقل هذا الكتلة الهوائية الدافئة والحارة سيبقى تأثيرها على المملكة نهارة يوم السبت ويوم الأحد إن شاء الله يقترب اللون الأحمر الفاتح وبالتالي تنخفض درجات الحرارة تدريجيا وقليلا اعتبارا من بعد ظهر يوم الأحد وليلة الأحد على الاثنين ويوم الاثنين هناك إنخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة ونلاحظ اقتراب اللون الأصفر الذي يمثل درجات الحرارة الأقل والكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأقل والرطوبة الأعلى أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء حارة نسبيا إلى معتدلة ودرجة الحرارة الصغرى 25 درجة مئوية أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 7 درجات مئوية لأن معدل درجة الحرارة الصغرى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو 18 درجة مئوية والصغرى المتوقعة هي 25 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم غد الأحد انخفاض بداية لانخفاض تدريجي وطفيف على درجات الحرارة تكون يوم الأحد درجات الحرارة قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة أصبح معدل عظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو 30 درجة مئوية ويوم غد الأحد نتوقع أن تكون العظمى بحدود 30 درجة مئوية تقص حار نسبي تدريجيا نتحول إلى مهتدل وأثناء الليل تنقفض أيضا درجات الحرارة وتنشط الرياح الغربية وبتكون درجة الحرارة السورة بحدود 18 درجة مئوية يعني أجواء لطيفة ليلة الأحد على الاثنين مع ارتفاع في نسبة الرطوبة يوم الاثنين انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة على الأقل ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية في معظم مناطق المملكة ويوم الاثنين تظهر الغيوم المنخفضة وعلى ارتفاعات عالية في ساعات الصباح الباكر يوم الاثنين في فرصة واحتمال ضعيف لسقوط بعض الأمطار في بعض المناطق الشمالية لفترة محدودة وأيضا بعض المناطق الوسطى والأجواء تكون يوم الاثنين بشكل عام لطيفة مع ظهور السحب المنخفضة والعظم المتوقع 24 درجة مئوية بينما الأجواء أيضا أثناء الليلة لطيفة ودرجة الحرارة الصغر المتوقعة 18 درجة مئوية الثلاثة ارتفاع قليل على درجات الحرارة أجواء لطيفة بشكل عام وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة والعظم المتوقعة 26 درجة مئوية والصغرة 18 أجواء لطيفة في النهار وفي الليل يوم الثلاثة أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرة المتوقعة في الأماكن المختلفة والمدن المختلفة من المملكة في المناطق الشمالية أربد 31-21-32-19 جرش 34 أجواء حار نسبيا 34 العظمى والصورة 20 المفرق أجواء حار نسبيا 33 إلى 18 درجة مئوية عمان والمنطقة الوسطى البلقاء 30-18 مادة 30-19 البحر الميت أجواء حار 39-27 عمان 30-18 الزرقاء 34 إلى 20 درجة مئوية المناطق الجنوبية أجواء معتدلة في النهار لطيفة بالليل لكنها حارة وشديدة الحرارة في العقبي الكرك 31-18 الطفيلة 30-18 الشراح 29-16 إمعان حار نسبيا 34-19 الأجواء في العقبي شديدة الحرارة والعظمى 43 والصورة 27 درجة مئوية المناطق الشرقية رغم أنه فيه انخفاض على درجات الحرارة لكن تبقى الأجواء حارة الأزرق 39-19 الصفاوي 38-18 والرويشد 39 إلى 19 درجة مئوية مشاهدينا نتمنى لجميع السلامة شكرا لمتابعتكم ولكم تحية من طقس العرب النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة